مرحبا والرحيم لغة فرنسية نستقنف مع كتاب بيالليعي كمفرند ونستقنف مع هذا العنوان مرحبا والرحيم لغة فرنسية نستقنف مع هذا العنوان مرحبا والرحيم لغة فرنسية نستقنف مع هذا العنوان مرحبا والرحيم لغة فرنسية نستقنف مع اچه مرحبا والرحيم لغة فرنسية نستقنف مع هذا العنوان متبع بشري quando بصرح توجه الويرة فعلا والرحيم لغة فرنسية نستقنف مع هذا العنوان when the three chats were met in march the three keys in the air accompanied grand-père jusqu'à la porte par malheur au commencement de l'hiver grand-père tomba malade et les chats ne le virent plus chaque soir ils allaient jusqu'au coure de la rue attendez un instant puis ils sont retournés la queue basse l'air désolé أَرْ أَغْتَةَ دُنْ لِلَا هِن مُتِقِنَاتٍ بَيَمْ عَالَيْا انْ بِيرُ هُونَ عَالَيْا اَرْتَانِ وَا هَرْتَةَ اَهْمَا أَرْتَى وَا هُونَ عَالَ غَالًا يُلْ عَالْتَهَا إِلِا هُونَ مُتْقِنَاتٍ وَالَيْا مَا أَرْتَ اللَّا قَرَاتٍ ل banget شكواناتهم ألعبت الى صورة ممتحة البحلي خلي فعلا ينسان ومجرد في الواقع التجربة خليل فعلا يسعين ودعم في الواقع ومجرد كانه عند ت Laura على فتخلي mexل ثمت في الواقع فعلا يسعين اليكو صعني ايضا وقت يكون wysخيفة المنطقة كلها في الاسم يتجربة تجربة المنطقة وقل على التجربة المنطقة وعلى اللقاء قال يا سيدة على مرحبه يمكنه أن معلوي ربع مدرقيا ربع سيدة قال أن شي ساتب لان هناك لأن هناك لذا أعليه 3 أحب لأن هناك بقول جدي كانت له ثلاثة قطط يعني هو كان يحب كثيرا قططه قططه تحب أيضا كثيرا يعني أنك تتبت هذا الحب مثلا مثلا هذه القطط تتبت هذا الحب للجد نتكلم عن القطط نتكلم عنها بصفة المذكر يعني وهي نتكلم عن القطط له نتكلم عن هذا الحب للجد يعني أنها تتبت كما نقول بأن القطط تتبت له يعني هي كانت تتبت للجد حبها له شاك سوار يعني كل يوم كما تتبت له هذا الحب ألأر دوصن رتور دولا پرموناد ألأر دوصن رتور دولا پرموناد في ساعة عوداته من المزا في ساعة عوداته من المزا يعني هي كانت تتبت له هذا الحب حبها له عند عوداته كل يومين من المزا كما نمر units القطط پرمون لله يعني أنها يعودة من المزا كما لمزا هذا الحب إلى العودة صحتنا لأنها تعود ن強يك الدرس لو كوان مقصود بها الزاوية أو حدود جيسكو كوان دولاري إلى جانب الطريق لو تخواكو ان لاغ إذا نتكلم عن أدنابها الثلاث ديولها الثلاث ان لاغ يعني في الهواء إذا كل قطة لها ديل طبعا ترفعه آليا معبراتا عن فرحها لو تخواكو ان لاغ إذا نتكلم عن دنابها أو نتكلم عن ديولها الثلاث كما نقول في الهواء المقصود أنها كانت ترفع ديولها عاليا لا إذن هنا عندما تلتاقه عندما تذهب أمامه إلى جانب الطريق لا هنا لا إذن هي كانت تفعل دي غنغم تصدر صوتا يسمى غنغم وهذا يعبر عن فرحاتي طبعا ريكمبنسي عندما تكون بجانبك القيطات وتبدأ تحتك بك مثلا تسمع لها صوتا يسدر من أعماقها تسمع لها صوتا كأنها تبدأ تخرج من أعماقها إذا هذا الصوت يسمى غنغان لا إلفازي دي غنغان إذا هنا تقوم بهذه الأصوات تقوم بهذه الأصوات طبعا عندما تقوم بهذه الأصوات معبرة عن فراحية بالجد إذا طبعا ستنال ماذا؟ ستكافأ بماذا؟ ستكافأ بلمسات على جسمها ستكافأ بلمسات على جسمها طبعا الشخص يقوم بتمرير يديه على رأسها أو على جسمها إذا هذه تسمى كارس إذا مكافأة بهذه اللمسات ثم أن القطة الثلاثة تبدأ في المشي ديولها مرة أخرى في الهواء إذا عند عودة الجد كل يوم من نزهته إذا تلتقي هذه القطة لأن تكون في انتظاره طبعا تذهب إليه رافعة ديولها طبعا هو يمرر عليها يده طبعا عندما تصدر صوتا معبرة عن فراحية به ثم تنطلق أمامه إلى المنزل ثم أن القطة الثلاثة تبدأ في المشي لتخوة كاربا لأر إذا ديولها تلات في الهواء أكمبانيون جوانبير جوزكا لأبورت إذا مرافقة الجد إلى حدود الباب أكمبانيون المقصود بأنك ترافق شخصا إذا أكمبانيون يعني أنك ترافق شخصا أكمبانيون كما نقول مرافقة جوانبير جوزكا لأبورت إذا مرافقة الجد إلى حدود الباب كما نقول لسؤل حد لما قم بداية تفصل الشخخص لosition الذهاب تarda خانبير إذا،كامini aligned جد دو ساقطة مريض إذا لم يش função نتاbak في الواضي لما انك ترامو فير انك ترامو فير انك ترامو فير فرق مياك في في الفرق اَنَاكُولْ أَنْعمَ جَوْوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَو tools policy طيبعًا هذا حيث في الماضي يمر بالماضي dévelop excurs معا roswe معا tu نحن رأينا أنتم رأيتم هم رأوا لكن في الباسي السيمبل نقول جو في تي في إلفي مو فيم بو فيت إلفيغ 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 إذن هنا عدنا ليشة نلوفيغ بلي يعني أن القطاط لم تعد تراه بالمرة يعني أن القطاط لم تعد تراه بالمرة طبعا الباسي السيمبل تستعمل في الغالي في القصة شكراع الابan الماضي بتحديد من الperson رأينا أيضا في الماضي تدل أيضا على السرعة في الماضي شي حاجة وقعت بوحد السرعة إذن ذاك الفيعل اللي سنعبره به على الحادث اللي وقع طبعا تستعمله في الباسي سامبل إذا كان هذه الحادث توقع بسرعة إذن طبعا سنعبر عنه الباسي سامبل أيضا الباسي سامبل تيجي في إطار القصة من تكون عندنا قصة مكتوبة إذن أحسن زمان تستعمله في هذه القصة هو الباسي سامبل اللي شانو لفير بلي يعني أن القيطة لم تأتراهو شاك سوار في كل ميسا إل ألي جسكو كون دو لاري إل ألي جسكو كون دو لاري أطم بي أنستان پو يل سو رتورني لكو باس لير دزولي إذن شاك سوار في كل ميسا إل ألي جسكو كون دو لاري يعني أن القيطة كان تدهب إلى جانب التارق أطم بي أنستان يعني منتظرة لحظة لنستان نقصد باللحظة أطم بي أنستان يعني أن كانت تنتظر لحظة عدنا رغب أطم بي أنستان فلن بافي يعني هو نوع من الماضي أيضا طبعا تيفيد العادة في الماضي وهو أيضا يأتي في إطار القصة لكنه بدرجة أقل من لباس سيمبل إذن أطم بي أنستان يعني أن كانت تنتظر لحظة بي سو رتورني ثم أن كانت تعود من هناك بي سو رتورني طبعا تتعود على لكوان دولاغي هاد أون لعدنا هاد أون تتعود على لكوان دولاغي يعني كمرة نقول جانب الطريق إل آلي جسكو كوان دولاغي هي كانت تذهب إلى جانب الطريق لتنتظر طبعا عودة الجد كعادتيا أطم بي أنستان يعني أن كانت تنتظر لحظة بي سو رتورني لكو باس لغ دزولي ثم كانت تعود من هناك الأصل هنا أن نقول بي سو رتورني ثم أن تتعود دي كوان دولاغي ثم أن تتعود من جانب الطريق الذي كانت توقف عنده منتظرة بي سو رتورني ثم أن كانت تعود منه لكو باس الدانب نازلا ولكن ديل نازل لا كو باس تعود والديل نازل لم تعود ترفعه كما كانت لغ دي زولي لغ لغ طبعا هو الهواء دي زولي المقصود بها كي يبوكو دوبان الذي عنده الكثير من الحزن كي يبوكو دوبان الذي عنده الكثير من الحزن كي رجعت بوكو كالكو شوز الذي يندام كثيرا على الشيء كي رجعت بوكو كالكو شوز الذي يأسف أو يندام كثيرا على الشيء إذا نتكلم عن دي زولي إذا عندما أقول جسو دي زولي إذا كمان نقول أنا آسف جسو دي زولي أنا آسف أو أنا نادم كمان نقول أو أنني حزين على هذا الذي وقع إذا نتكلم عن دي زولي هنا طبعا أبنى لا يغدي زولي نتكلم عن الهواء حزين المقصود هنا الجو حزين هذه القيطات تعود والجو كما نقول حزين عندها لأنها لم تلتقي الجد أغ طبعا هذا أغ نستعمله في اللغة الفرنسية لالانتقال من فكرة إلى فكرة أغ متسويل طبعا مندي تأتي من فعل مندي مندي طبعا يعني أنك تطلب صداقة وبيان أو أنك تطلب نجة هذا الفعل أيضا يعني التمسة هذا الفعل أيضا يعني التمسة عند مثل تمس من شخص ما شيئا ما فكأنك تتسوله لكن بطريقة أقل درجة من الأولى إِن هنا ويزيون مندي إِن في يومين منا مرا بـ لمدينة شرور متساول أَبُ Melissa اَبُأْ قَيْدِ ممْ عَجٍ أَبُأْ قَيْدِ مم pops أَبُأْ قَيْدُ ممْ عَجٍ كَلَغَانْ أَبْ قَيْدِ ممْ عَجٍ إِنْ تَقْرِيبًا أَبُأْ قِي تَقْرِيبًا كَلَغَانْ أَبُأْ قِلْ مأَجٍ أَبُأْ قَيْدُمْ عَجٍ تقريبا بنفس سيل الجد اكلوا اسمبلة اذا كانوا يشبهوا يعني شابه اكلوا اسمبلة اذا كانوا يشبهوا اذا كانوا يشبهوا بعصا غالبا الشيخ يحمل عصا بيده اذا تسمى لكان اذا هذا الشيخ المتسول ايضا اذا يضعوا بيده عصا تسمى لكان اي كي لي رسمبه اخ ثمن ولى دك انا يوشبهو في عصا اي سابره بانش اذا كانوا يشبهو في ليحياتي ينبادد ايه يوشبه هو ايه يوشبهوا 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 ايه يوشبهوا 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 يعني هو مرة بالضبط في الساعة المعتادة يعني الساعة المعتادة كما نقول المقصود بألغ على كال لغان بير على كال لغان بير على كال لغان بير على كال لغان بير إذا نتكلم عن الساعة حيث الجد كانت عند وعادة نتكلم بمعنى آخر على الوقت الذي كانت للجد فيه عادة المرور المقصود العودة من النزا alors habitual في الساعة المعتادة هنا طبعا ليس المقصود بالساعة كساعة ولكن المقصود هنا للحظة أو الوقت المعتاد alors habitual يعني هو مرة بالضبط كما نقول في الوقت المعتاد de grand père للجد المقصود بأنه مر في الوقت الذي كان يعود فيه الجد من النزا إذا طبعا مدام أن الشيخ المتسول يشبه الجد في عصاه التي يتوكأ عليها ويشبهه في لحية البيضاء ثم أنه مر في الوقت الذي يعود فيه الجد من النزا طبعا أن القطة الثلاث ستشتبه فيه إذا يعني يعني أنه يقوم بشيء ثم أنه يرى مثلا رائيا إذن لذوي كما نقول رائيا له أو رائية له نتكلم عن شخص يقوم بهذه الرؤية وهو يقوم بعمل أو يتهيأ إلى القيام بعمل إذن هنا لذوي ذنير رائية له آتيا ذنير يعني جاء كما نقول يأتي لذوي ذنير رائية له آتيا المقصود وَهِيَ تَرَاهُ يَأْتِي وَهِيَ تَرَاهُ يَأْتِي لذوي ذنير وَهِيَ تَرَاهُ يَأْتِي وَهِيَ تَرَاهُ يَأْتِي نتكلم عن القيطات تُوسْ أُنْ غَنْ غَنْ المقصود بصف إذن تُوسْ أُنْ غَنْ طبعا نحيط الأصل الكل في صف وحسب مبنون القصة نفهم بأن القيطات وضعت نفسها في صف لطوة ك أولار ديولار في الهواء رفعت ديولار ألار أسار أن كونتر ثم ذهبت لملاقاته ألار أسار أن كونتر ثم أن ذهبت لملاقاته أسار أغو أسار أمتر سيجن ثم أنها تمر ثم تعود فتمر عدنا ر نضيفه أمام أسار حتى ندل على أن لغة أسار وعيدة المرة المولية إذن أسار أغو أسار تمر ثم تعود فتمر أمتر سيجن بين السيقاني المقصود بين الإجلي الشيخ المتسوّل لغة أسار المقصود بين إجلي الفقير تعالى وهو يمرر يدعه عليها طبعا كما يفعل الجد نتكلم مرة أخرى على ضعب كعيسي نتكلم مرة أخرى على ضعب كعيسي يعني أنك تمرر يدك على طفل مثال أو على قطات كما في حالتنا هنا إذن أولي كعيسو وهو يمرر يده عليها أنا طبعا أدنى أولي كعيسو المقصود ممررا أو ممررة اليد عليها احنا طبعا عدنى ممررا أو ممررة اليد عليها طبعا نفهم هنا وهو يمرر يده عليها واللي كعيسو مغمغي يعني أنه كان يتمتن كان يقول كلام بصوت منخفض إذن نتكلم عن مغمغي مغمغي يعني أنك تتكلم بصوت منخفض أو أنك تهمس بكلام إذن ماذا كان يهمس هذا الشيخ المتساول أولي بغافشا إذن كمانا يقول القطاط الشجاعة أو القطاط الكريمة طبعا كلمة بغاف بغاف تعني شجاع تعني كريم المقصود بأن نومبر إذن نتكلم عن رجل جيد جنير يعني أنه كريم أي أونت يعني أنه نازيه إذن نتكلم عن أم بغاف أم المقصود بها رجل كريم رجل جيد رجل نازيه أولي بغاف شا بغاف تعني شجاع وتعني كريم إذن هنا أولي بغاف شا كمانا يقول أي القطاط الشجاعة أو القطاط الكريمة أولي بغاف شا دوان لبغاف شا كمانا يقول أولي بغاف شا أولي بغاف شا أولي بغاف شا أولي بغاف شا كما نلاحظ بأن أغلب هذه الفعل مصرر في لباسي سمبل لأن أولي بغاف شا أولي بغاف شا أولي بغاف شا أولي بغاف شا المقصود بالعبارة كما نقول معطية على الطريق المقصود هنا يعني معطية النظر على الطريق المقصود بأن هذه الغرفة الخاصة بالأكل أنها تطل على الطريق لذلك هي كانت قريبة له ليدخلها مباشرة أولي بغاف شا ومدام أن العشاء تمت خدمته المقصود بأن العشاء وضع المقصود بأن طعام العشاء وضع على المائدة أولي بغاف شا لأنه يكون يوجده على الطريق المشاهرة ق screenshot حول المائدة أولي بغاف شا أولي بغاف شا كما نقول في أريكة نفسها للجد المقصود هنا بأنه جلس في نفس أريكة الجد أدى الشيخ المتسول جلس في نفس مكان الجد ثم أن الشيخ الفقير قال كما نقول وهو يظهر بشكل تام شاهية طيبة وهو يظهر بشكل تام شاهية طيبة ماذا قال هذا الشيخ؟ يا إلهي أو المدينة الشجعة حيث لكي يظهر الطريق للفقراء أنهما يرسلون للملاقاتهم كما نقول من القطة الكريمة الجد الكريمة كما نقول من القطة الجد الكريمة هنا الرجل الفقر يقول يا إلهي المدينة الكريمة لكي يستقبل الفقراء فيها يرسلون لك القطة الكريمة جدا لتدلك على الطريق يا إلهي يا إلهي يا إلهي المدينة الكريمة لكي يظهر الطريق للفقراء لكي يظهر الطريق للفقراء يرسلون لهم للملاقاتهم يرسلون لك من القطة الكريمة وشكين شمدينة لكي يستقبلوا في الفقراء أنهم يرسلون لك القطة هي لتستدعيك وتبيل لك الطريق كأن الفقر هنا يقول هل هناك من مدينة يعني يبلغ كرمها إلى حيث أنهم من أجل استقبال الفقراء يعني أن المدينة ترسل قطة الكريمة جدا لتدل الفقراء على الطريق إذا ما اكتبت القطر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله